دكتور زكريا المسيح قدم فداء وخلاص مرة واحدة فوجد فداء أبدا كما يقول الكتاب لكن إيش الدور اللي علي أو على المشاهد أنه يعمل في هاي اللحظة علي يعني في العهد الأديم كان يجيب زبيحة حط ييده عليها يعترف أنه خاطي يتبح يولح فيها نار يتبحها ويحرقها على المزبح اللي حصل أن المسيح اتدبح فعلا في الصليب وتشوى في الآلام الكفارية كل اللي علي أن أنا أقبل مش هقدر أجيبه تاني من لا تقول في قلبك من يصعد إلى السماء اللي يحضر المسيح هو جه وتم العمل وقال على الصليب قد أكمل علي أقبل أقول لي يا رب أنا خاطي أسحق الدبح أنا شخصيا خاطي أسحق الدبح أجرة الخطيئة الوحدة موت أسحق أن أروح النار أسحق أني أبقى في انفصال عن الله ما يسمى الموت الروحي أو الموت الأبدي أسهل الدبح والحريق أسهل أروح الجحيم بخطاياي لكن أنا جاي معتمد على زبيحة المسيح بدل ما أنا موت ما تهوى بدل ما أنا تدبح الدبح هوى بدل ما تشوى أنا تشوى هوى على الصليب فأنا بأقبله مقلص وفادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر